السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا وصفتنا لنا هاليوم حلوة جافة بالكوكا وحلوة الترك هاد الحلوة كنت جادرتها لكم من قبل في فيديو كان بالموسيقى لكني اليوم عاوته لكم صوت وصورة هقدر بشتفهموا خير هاد الحلوة ليجبتها لكم من هاليوم مقادرها جد اقتصادية وتخرج كمية كبيرة وبالنتعى يعني صدقوني من اروع الاذواق انمروا مباشرة للمقادر وطريقة التحضير بالنسبة المقادر نحتاجه 250 قرام مارغارين طارية ثلثي كأس حلوة الترك ملعقتين سكر ناعم ملعقة صغيرة فانيلا كيس خميرة كيميائية وثلاثة كيسان فارينا حجم الكاس 220 ميلي لتر بالنسبة لطريقة التحضير نحط في ايناء 250 مارغارين تكون طرية وهنا استعملوا اي نوعية ديال المارغارين اللي تكون عندكم المهم بتكون طرية نزيد عليها السكر ناعم حلوة الترك ونزيد مغرفة صغيرة لفاني تحبو تديروه سائلة او بودرة نمزج المكونات جيدا حتى تنحل كامل هذيك حلوة الترك وهنا بالنسبة لحلوة الترك انا درتها ثلثي كاس معنتها كتر من مص كاس وقل من كاس غربة ولي حبت تدير بالملعقة تدير ربعة مغارف كبار وهنا كيتشروو حلوة الترك من الاحسن لشروو ديال الميزان لخطر تنحل بالخف وما بك تحطوها على حمام مائي توب الكم تم تم نجيب حنا الفارينة هذا الكاس الدول الكاس الثاني نزيد عليه كيس خميرة كيميائية حجم 10 قرام ونبدأ نطم في العجينة نحاولو نطموها غير بالاصابع فقط والعجينة راه هي خفيفة بزاف لخطر ما فيهاش البيت وبزاف اخاوات تكيقولوك ما فيهاش البيت حيجي للذوق تاع الغريبية انا نقول لكم باللي ذوقها رائع وما عنده حتى علاقة مع الغريبية نزيد هنايا الكاس الثالث ولكن نحط بكميات قليلة ونشوف انا اخترت نخدمها تاخد معايا ثلاثة كيسان ودفوة تاخد معايا ثلاثة كيسان غربع على حسب نوعية الفارينة كمث الكاس الثالث وتحصلت على عجينة طارية بهذا القوان نحط العجينة في كيس بلاستيكي ولا نغلفها بورق الشفاف باش تبقى محافظة على الطراوة ديالها ومن جيهة اخرى نجيب كيس بلاستيكي ونحط عليه نصف كمية العجينة ما نخدمش بيها كامل نخدم بنصف الكمية وبعد نزيد النصف الثاني نبسطها بواسطة اليد ونحط عليها كيس بلاستيكي واحد اخر ونجيب الحلال ونبدأ نحل فيها هنا تحبو تحلوها رقيقة تحبو تحلوها خشينة كل واحدة تحلها كما تحب انا درتها شوية رقيقة لخطر شبه هاد العجينة حنخدم نوعين هاد النوع درته شوية رقيق والنوع الثاني نديرو كوريات جبت هنا يا طابع على شكل مثلث ونبدأ نقطع في اشكال هنا بزاف يتسائلوا علش درت هاداك الكيس البلاستيكي درته باش كي نقطع اجي الحبة ديالي لقاطو ديالي في الوسط بومبي يجي والاطراف شوية هابطين وفي الوسط تبان منتفخة نكمل نقطع كامل الكمية بنفس طريقة والنحي الكيس البلاستيكي فعلا ونبدأ النحي في المتلاتات شوفوا كيفاش جاوني جاو الاطراف هرقاق وفي الواسط جاية شوية منفخة جاية بومبي نكملهم كامل بنفس طريقة ونحطهم في صينيات كون مرشوشة بالفارينا ولا نكون درت لها ورق الطهي ندخلهم الفرن كون شعلتهم مسبقا على درجة حرارة 160 درجة شعلهم من تحت غير يصفارهم شعلهم من فوق هاد القاطو ما ياخدش وقت طويب تمتمي طيب لكم ما لا لازم تعسوه ملاح وبالنسبة لعاجينة اللي بقاتلي عملتها على شكل كوريات حجم الكورية من 25 حتى 27 قرام نكملهم كامل بهذه الطريقة كنت حصلت على 20 حبة حلوة على شكل مثلثات و13 حبة على شكل كوريات مع انت هاد حصلت على 33 حبة بعد ما طاب القاطو ديالي شوفوا كفاش طيبته غير بصفورية بلا كويت حرق لكم عسوه ملاح كما تعرفوا لعاجينة ما فيهاش البيت رح تنشف بالخف نحطوه بجيهة ونجيب هنايا كمية من حلوة الترك نحطها في ايناء وهذاك الايناء نحطوه فوق كاسرونة يكون فيها الماء وحلوة الترك هنا لازم تفتتوها ملاح باش تدوب لكم بالخف انا استعملت هنا حوالي كأس نحطها على حمام مائي ونبقى كامرة على مرة نحركها حتى الدوبلي تماما وبعد ما دابت تولي بهاد القاوام ونخلوها دايما على الكاسرونة باش تبقى سخونة بفعل هذاك البوخار جبته هنا كمية من المعجون نحركه ملاح نحط واحدة سجمغة عرف حكذاك ونحرك ونشوف ما نقدرش نعطيكم المقدار مضبوط لاختش كل واحدة نمعية المربع اللي تستعمله المهم اني نحط كمية دايما نحط كمية صغيرة نحرك ونشوف إلا جاني ملاحجة ولا ما جاش نزيد انا هنا بانلي راهو تقيل نزيد له شوية ونحرك ونشوف هنا الخالط اللي لازم نتحصل عليه ما يكونش خفيف بزاف ويكونش تقيل بزاف يكون شوية شوية وعلا هذا هو لاني نحوس عليه جبت هنا الكوكو كتدبيره فقط حبيت نوريكم طريقتي كيفاش نحتافظ بالكوكو بزاف سقساوني قالوا لي الكوكو كين نرحو يجينا معجن الكوكو بش ما يجيكمش معجن لازم تحمصوه غير تحمصوه ترحو هو سخون لو كاني صح يبرد وترحو راح يجيكم معجن كامل لازم غير يكون سخون ترحيه يجيك كما راهو موضح في الصورة نبدأ دوكا نخدم وكي ما قلت لكم الخالط ديال حلوة الترك والمعجون لازم يبقى فوق الكاسرونة وغير تحسوه بداية تقال عاودوا ورفضوا الكاسرونة كما راهي وحطوها على نار قليلا هو يعاود ينطلق نجيب هنا يا بانسو ونرفض حبة الحلوة ونبدأ نطلي فيها من كامل الجوانب يعني من فوق من تحت من الجوانب وحاولوا هنا يعني تحطو كمية مليحة ما يتمسحوها غيرها كابرك لا خطر شلبنا كامل اراحي فحط الخالط نكمل نطليها كما راهو موضح في الصورة ونضع نحطها نرمدها في الكوكاو هنا الكوكاو من الأحسن استعملوا كوكاو يكون بقشوره يجي الشكل الشباب يترمده في الكوكاو يكون مرحي بقشوره ويجو شبين خرمن يترمده في كوكاو يكون بيدون قشور بعد ما ارمدتها نحيي هذوك الزوائد ضالة نحاول نسقم الشكل ديالي وبهاد طريقة كون كملت نزيد حنا حبي معاكم شكل ديال الكوريات شدوها غطسوها غير هكا ما كلا هديرو لها من تحتها ضالة خلوها تدي كمية مليحة من خالط ونفس الشيء نعودو نرمدوها في الكوكاو وبهاد طريقة وهذا القاطو يعني صراحة بنين بزاف قدمة نحكي لكم على بنتو لازم تدوقوه باش تفهمو شاني نهدر أنا هذا القاطو نعتبرو من أرواح الحلويات الجفا ومنبتلو بحتها حلوة بعد ما كملتهم حبيت نديل لهم هنا تزيين خفيف جبت شوكولاتة ودوبتها لحمام مائي ومزلت لها وانو باش تنشف بالخف وبعد ما نشفوه حطيتهم في الكيسات حطيتهم في طبق التقديم شفو كيفاش جا الشكل جا شكلهم رائع هذا شكل المثلاثات والشكل تاني تاني كجا ما شاء الله جا شكل راقي جدا ويعني بعاجينا وحدة خرجنا نوعين من الحلويات بعاجينا وحدة خرجنا 33 حبة بمكونات بسيطة تحصلنا على حلوة جدا راقية وتحمر الوجه وتصلح بزاف للأعياد للمناسبات يعني ذوق ومنظر شفو كيفاش جا تنقربها لكم عن قرب جا شاء الله ريحتها روعة وحد لقاطه يضب في الفم ما عندي ما نحكيكم على بنته ومانيش قادرة نعبر لكم على البنة ديالو أنا ما دا بيا جربوه ومتحرموش نفسكم من هذا الذوق الأكثر من رائع نقسم هنا حبة معاكم شوفوك في تقسمت معايا بكل سهولة شوفو هنايا جا روعة نقسم عليكم بيدي خير باش شوفو شوفو طراوة ديالها شوفو جا تهشيشة وخفيفة وبنينا وتصلح بزاف للشرب القهوة ولا تانيك لشرب الشاي وصلنا الآن لنهاية وصفتنا لنا هاليوم ان شاء الله ياربي تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها وتبعتولي تطبيقاتكم عبر القروب التابع للقناة اسم القروب حلويات اقتصادية ورقية مع ام يارا رابط القروب تلقاه في صندوق الوصف دوكا مبقى لغنقوا لكم تهلوا في روحكم وتلقاوا ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب مع السلامة